واحد بقى يقول لي ايه طب انت يعني ما اتكلمتش عن اي مقارنة يعني بين خروج النادي الاهلي من الكنفدرالية وخروج نادي الزمالك من الكنفدرالية احنا طبعا هنحلل بعد شوي لكن احب اسجل رأيي هنا بداية يا جماعة وما حدش يقول انت بتقول كده يعني عشان خاطر تخفف عننا الكنفدرالية هي البطولة الكسر خلينا نكون وقعين ابطال الكؤوس بيروحوها ويبقى دائما الكاس في اي حتة في العالم هي بطولة المغامرة ممكن فريق درجة تاني ياخد بطولة الكاس ممكن نادي غير مصنف في اي بلد في العالم ياخد الكاس ابطولة والاقب لكن في النهاية لا تعبر عن البطل الحقيقي من وجهة نظر التي لا قيمة لها هو بطل الدوري ليه لانه بيلعب مارسن مارسن طويل سالفات مثلا عشرين فريق يعني الفريق لعب تمانية وتلاتين مباراة فلما يبقى بطل بعد تمانية وتلاتين مباراة هذا هو البطل الكاس ماشي بطل ما اختلفناش ولكن لا وجه المقارنة اذا الكون في ضلالية هي بطولة كاسر لان اولا هي لابطال الكؤوس ادي واحد نمرة اتنين للي ساقته من دوري ابطال افريقي الوقعين في دوري الابطال بيودوه يقولك يا الله ماشيهم يا عام عالكون في ضلالية اذا ما تلعالش اوي عالكون في ضلالية لا بتودي بطولة عالم الاندية ولا وجه المقارنة في المقابل المادي اللي بتغتنمه الاندية اللي بتاخد اللقب هنا ولا وجه المقارنة لما النادي في بطولة ابطال الدوي روح كاسل عالم الاندية بيعني بيقفش كتير اوي مع المباراة الاولى مش عارف ايه والتانية ايه والتالت ايه في الاخر ممكن يوصله 7-8 مليون دولار كونفدرالية جاية مع العافش يعني فما نزعلش يعني محدش اولا يزعل عالكون في ضلالية لانها وجهة نظري انا هي بطولة لا ترتقي لمسمى بطولة كبرى بطولة كبرى حتى السوبر مش هاي اي كلا يعني يعني لانه بيتلعب على بالعب بطل الشامبيون يعني يعني بطل الدوري اذا الحكاية كلها هي دوري الابطال خلينا نكون صراحاء واحنا عمرنا ما تابعنا نكون فدرالية دي ولا هزتنا شعرة الا لما الاهل وزمالك لعبوا فيه بصراحة يعني يعني مع كل احترام الاندية التانية سموحها لعبت وبترشدت بين لعبت والسمومين تاني لعب والله ما انا فاكر ودجلة بين لعبت وحرس حدود لعب وانبي لعب ولا الهوى مع العافش يعني مع العافش فبطولة ما تزعلش باتكلم الاندية طبعا ليها كل احترام باتكلم على البطولة باتكلم على بطولة الكنفدرالية هي بطولة لا تلفت الانظار على الاطلاق على الاطلاق بطولة كاسر ما تستحقش ان احنا نزعل عليها خالص مش بقول ده عشان اخفف عليكم سواء اهلوية او زمالكوي خالص لكن من المؤكد يبقى زمالك خسر خمسة واحدة هناك وهذه النتيجة ثقيلة ما كنا نتوقها على الاطلاق ولكن لعب هنا بشرف الحية وكسب تلتة صفر وهي ايضا نتيجة كنا نتمناها لكن لم نكن نتوقعها بعد طرد علي جبر واللعب بعشر لعبين الاهلي خسر هناك واحد صفر وهي نتيجة مقبولة ولكن لم يكن مقبول على الاطلاق ان هو يتغلب هنا في مصر اربعة تلات في كل الاحوال هارض لك لده وهارض لك لده وفي النهاية بطولة لا قيمة لها على الاطلاق الكونفدرالي هذه هي وجهة نظري التي لا قيمة لها على الاطلاق